أهلا وسهلا بكم متابعينا في هذا اللقاء التواصل على قناتكم المجلة تيفي من باب برنامجكم النقاش اليوم عامل إقليم ستاش في جولة تفاقودية من أجل محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي خصوصا من طرف الباع المتجولين والوقف على مدى تطبيق والتزام المواطنين بالتدابير الوقائية والتعليمات المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا وتندرج هذه العملية ضمن الخارجات الاعتيادية التي دائما ما يقوم بها عامل إقليم المدينة وفي هذا السياق من بين الأماكن التي تشهد فوضى وعرقلة السيرة خصوصا في الصباح بسبب ما كان بجوار مدارة سنق الدهيبية يتحول من طرف البعض إلى بيع السمك وينتج عن ذلك روائح كريهة التي تخلفها النفايات وهذا ما جعل سكان الحي تشتكي بهذا الأمر بتاريخ اليوم أصبح هذا المكان كما هو مبين لكم في الصورة وقد استحسنت الساكنة الحي هذه الحملة وتجاوبوا معها بشكل واضح وإيجابي فهذا كل ما يتعلق بموضوع حلقة اليوم دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر